بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث الرحمة المهدى يا سادة مازلن يوم السبت ويوم أصحاب السعادة بنبدأ معاهم ونفضل نتكلم معاهم في إزاي يبدأوا حياتهم الزوجية وإزاي كمان يجددوها لو كانوا يتزوجوا إزاي كانوا مقبلين على الزواج إزاي يبدأوها وإزاي كانوا متزوجين إزاي يجددوا حياتهم الزوجية واستمرنا نعمل حزمة من المهارات حزمة من المهارات الزوجية ما بنتصورش إن فيه ناس ممكن يدخلوا لزواج من غير ما يكون عندهم هذه الحزمة من المهارات وده شيء في غاية الأهمية للمقبلين على الزواج وبقول للمجددين لحياتهم الزوجية النهاردة عن نتكلم على مهارة المهارة دي شويتين تلاتة في بعض الأحيين الناس بتغفل عنها وبتعتبر إن استقبال الشخص الآخر لهذه المهارة هو دي مسؤوليته أذكركم بس إن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بعض الأحيين يتعامل مع غير المسلمين وفي بعض الأحيين كان له لأحد اليهود دين عليه وهذا الدين كان لهذا اليهود وليهذا اليهود كان اسمه زيد وهذا زيد بن سعنة كان له هذا الدين وجيء قبل وقت سداد الدين وتعامل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل صلافة والدرجة إنه قال لحضرة النبي أدي ما عليك من دين يا محمد فوالله ما علمناكم يا بني عبد المطالب إلا مطلا في سداد الديون وهو في الحقيقة طالب الدين قبل معاده فسيدنا عمر لما شاف كده يقول للرجل يا عدو الله تقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل برسول الله ما أرى مسك حضرة النبي مسك بتلبيب حضرة النبي لغاية ما الرداء أثر في عنق رسول الله فبيقول له سيدنا عمر أنت بتعمل كده مع رسول الله وأنا شايف الكلام اللي أنت بتعمله ده مع رسول الله والله بيكمل سيدنا عمر بيقوله والله لو لأني أحذر غضب رسول الله وعرف أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم رضربت رأسك بسيفي هذا فالتفت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر وقال لا يا عمر لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب هنا بقى نلتفت لحاجة مهمة جدا لما أعطاه سيدنا عمر ما أوصى بي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دائم من علامات النبوة أنه يسبق حلمه وجهله ولا تزيده شدة الجاهل عليه يعني شدة سوء الأدب عليه إلا حلمه فهنا بنتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أنه يعلمنا حاجة مهمة جدا جدا من مهارات الحياة بعامة إيه المهارة دي؟ مهارة الطلب إزاي الشخص يطلب ويكون حسن الطلب حتى وإن كان بيطلب حقه وإن الأمر ده يجلب عليه الخير فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علم اليهودي إزاي يطلب وعلم سيدنا عمر إزاي يطلب كذلك هنا بقى وإحنا راحين في الزواج لازم نقول إن مهارة أن أنت تطلب حاجة من حد دي مهارة أساسية في الحياة ومهارة أشد احتياجا إليها في الحياة الزوجية اللي هي مهارة إيه؟ مهارة حسن الطلب فمهارة حسن الطلب وخاصة فيه أوائل الحياة الزوجية فيه خلافات كتيرة بتحصل في البيت بسبب أن عدم ما أسميه أنا عدم إدارة الطلبات عارف يعني إدارة الطلبات فيه عندنا طلبات كتيرة وخاصة في الزواج الزوجين بيكونوا أقل نطجا فما بيبقوش عارفين يرتبوا طلباتهم فيبقى الواحد مش عارف يطلب إمتى ويطلب إزاي من شرك حياته عشان كده مهم أن نتعلم إزاي بيكون الطلب إيه دا؟ يعني أنتم متصورين أن إحنا وقفين دلوقتي عشان نعلم الشخص إزاي يطلب آه لأن ساعات في البيوت الأباء والأمهات وساعات في المدارس ما بيعلموش الإنسان إزاي يطلب ليه طيب؟ في بعض الأحيان بنشوف الإنسان من حقه أنه يطلب زي ما هو عايز دي الحرية ويبقى هو شايف أنه أنت لو بتحبني أطلب منك زي ما أنا عايز في الوقت اللي أنا عايزه وعليك أن أنت تستجيب لي ده بس دا مش صح ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجاته طلبوا منه زيادة النافقة ولم يكن معه صلى الله عليه وسلم ما يزيد لهن قرّا أن يهجرون شهرا وأجلس في حجرة صغيرة بعيدة عنهن فنزلت آية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكونا وأسرحكونا صراحا جميل وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيمة يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يخيرهن فعدد النبي ما زعائش في حج ولا ضرب حج ولا عنف حج من زوجاته لكن سبهم لفترة من الزمن وبعد نزول الآية خيرهم بين البقاء معه صلى الله عليه وسلم والفوز بالآخرة وبين أنه يطلقهن ويعيشه حياة الرغدة فكلهن اختاروا رفقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي والدار الآخرة بس الوقفة هنا وقفة في مسألة إيه؟ إزاي يطلب؟ ومن هنا نتعلم من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أولا حسن معاملة الزوجات حسن معاملة الزوجة حتى وإن أخطأت في تقديرها لزار في زوجة إيه دا؟ يعني أنت عايز تعلمنا الأمر بشقية إزاي أنت تتلقى الطلب غير مناسب وإزاي الزوجة أو الزوج يطلب الطلب بشكل مناسب فإزا إحنا مش بنقول هنا وإزاي أنا حبيت أسمي المهارة دي مهارة إدارة الطلب إزاي الطرفين يتعاملوا مع الطلب؟ إزاي أنا أتعامل إذا كان مطلوب مني مع الطلب إذا كان بطريقة غير مناسبة؟ وإزاي كمان الطالب يطلب بطريقة غير مناسبة؟ فحضرت النبي علمنا أن مستقبل الطلب يستقبله باللين والرفق وده أفضل بكتير من الشدة والقسوة وهنا نوضح حاجة مهمة جدا 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 أن مسألة الطلب دي تبقى مدفوعة بحاجة الإنسان حاجة الإنسان الملحى لازم أدير عشان نقدر ندير فكرة الطلب لازم نتعامل مع المفهومين المفهوم الأولاني أن الطلب اللي هو مدفوعة بحاجة لازم نعرف أن الحاجة دي ليست نقصا عندك فالحاجة اللي أنت طالبها دي مش نقص الحاجة دي حافز عشان نطور حياتنا ونتواصل لكن إذا كنت أنت شايف أن الحاجة دي نقص وأن طلبك ده لو أنه ما تحققش وإنت لو ما عملتش ده وإنت لو ما ساعدش للطلب ده لتحقيق الطلب ده يبقى أنت مأثر في حق اللي بيطلب منك يبقى إذن ده يحصل مشاكل كبيرة منه ففي مفهوم يتعلق بالاحتياج لازم نتكلم عنه أن الاحتياج ليس نقصا ولكن الاحتياج محفز عشان نسعى أكتر ونتواصل أكتر ده شيء مهم جدا وده مهم جدا في مفهوم الاحتياج لأن بعض الزوجات لما بتكون حاسة أن هي عندها طلب معين لي شراء شيء أو للقيام بمهمة معينة أو الروح في مكان معين ومتصورة أن ده يتنقص وأن ده لو ما حصلش البيت كله هيتهد أو الحياة هتفسد أو أن احنا مش هنقدر نعيش مع بعض فتفضل تطلب بطريقة غير مناسبة يبقى أول خطوة أن الطلب ده ليس أول حاجة أول حاجة أن الطلب ده ليس نقصا وأن الطلب ده يمكن أن يدار أدي أول حاجة بالنسبة للمطلوب منه بقى أن الطلب في الحقيقة ده لازم الشريك الحياة لو الزوج هو المطلوب منه أن شريك الحياة لم يكن يطلب فقط وبما الشريك الحياة بيعمل إيه؟ يطلب ويرجو منك أن تحتويه آه يبقى أنا لازم أفهم أن الطلب مني هو وسيلة من وسائل الاحتواء وسيلة من وسائل الاهتمام وسيلة من وسائل المحبة يبقى إحنا الزوج أو المطلوب منه في المثال اللي إحنا بيقول ده لازم يغير مفهوم أساسي عنده أن ده طلب بمعنى أنه طلب يعني إيه؟ يعني ضغط لا ده مش ضغط ده واحد بيقولك ممكن تبيني اهتمامك بيا وتأديرك لي وإن أنا من أولوياتك دي أول حاجة لازم أنا أفهمها الحاجة الثانية الزوجة كمان لازم تعرف أن الاحتياج ده مش نقص وأن الدنيا مش هتخرب لو أن إحنا قدرنا الاحتياج ده طب نعمل إيه بقى عشان نبقى عناخد بقى الخطوات اللي إحنا لو عملناها نقدر نطلب بشكل جيد أول خطوة لازم نعملها إيه؟ اختيار الكلمات المناسبة عشان نعرض طلبنا ده طب عشان نعرض الطلب ده على شريك حياتنا أنت محتاج يكون عندك صيغة لطيفة جميلة مناسبة تالت حاجة صيغة محددة وجميلة ومناسبة لشريك الحياة مش أي كلامة تقدر تطلب بيه من شريك حياتك على فكرة خلينا أقولك حاجة أنت ممكن تطلب من شريك حياتك وهو ينفسدك اللي هو عايزه بس ينفسدك اللي هو عايزه وهو في قرارة نفسه أن أنت خدت منه الحاجة بضغط فيبقى هو أدى لك الحاجة بس هو للأسف العلاقة اللي بينكم ساءت يبقى إحنا لازم إحنا بنطلب وممكن على فكرة طريقة الطلب دي تكون من الكلمات اللي حضرت النبي قالها إن الرجل لا تكلم من سخط الله لا يلقي بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار السبعين خريفة فلازم أنت وإنت بتطلب لازم تتعلم أن الطلب ده نوع من أنواع ماذا؟ التواصل بينك وبين شريك حياتك مش هو دواجب عليك ولازم تعمله بأي صيغة كانت لا 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 خالص هو أنا أسألكم سؤال لو طلبت وازداد شريك حياتك حبا لك إيه ده أنا ممكن أطلب وشريك حياتي يزيد حبا ليا آه شوف الفرق ما بين أنا عايزة ده النهاردة ولو سمحت من أنت تتأخرش لأن إحنا هتبع عندنا مشكلة لو أنت تأخرت الكلام ده يجي النهاردة ده طريقة حبيبي أنا في حاجة أنا مش عايزة أسقل عليك لكن في الحقيقة أنا أنت حبيبي أنا ما عنديش حد أقدر أعمل حاجة من غيره ودايما أنت معودنا على أن أنت بتكرمنا وبتساعدنا وبتخلينا في أسن حال إحنا بس في حاجة إن شاء الله ما تكونش تقيل عليك كذا 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 ده طريقة للطلب وده طريقة للطلب فواحد يقول لي ليه التكلف ده كله ده مش تكلف ده دخل في قوله تعالى وقوله للناس حسنة فنتعلم حسن الطلب حسن الطلب ده لأن الطلب ده نوع من أنواع التواصل ونوع من أنواع ترقيق القلوب هو نفس الكلام حبيبتي أنا أنا أنت ترى عمرك أيما بالواجب وزيادة وحبيبتي بس ممكن بس تعمليلي حاجة فلانية دي لأن أنا محتاجها جدا جدا وعملتها لي بتبقى إيه على عيني وراسي يبقى إذن لو تقالي الكلام ده هيبقى كمان أنا كسبت قلبي حبيبي كسبت قلب شرك حياتي يعني الست ما تقولش هاتف فلوس لي كذا ولا رجل يقول اعمليلي كذا لكن ينادي ببعض بأحب الأسماء وإحنا بنطلب فمثلا الزوجة تقول لي زوجها ممكن يا حبيبي تجيب لنا فكهة وأنت راجع وزوجة يقول لها مثلا ممكن يا حبيبتي تعمليلي كبيت شاي مثلا كل الكلام ده بيخلي الحاجات دي مرتبطة مش بإن أنا يا أنا أمو أتعب لأ يا ريت يطلب مني عشان ناسمع الكلمة الحلو تخيل كده تخيل يا ريت يطلب مني عشان ناسمع الكلمة الحلو تخيل الطلب يبقى الطلب جاي ببهجة تاني حاجة بعد اختيار الكلمات المناسبة تاني حاجة اختيار الوقت المناسب أزواج وزوجات كتيرة مش بيركزوا في الوقت اللي بيطلبوا فيه فمثلا الزوجة ممكن أول ما ييجي في بلها طلبات محتاجالها على طول تروح متكلمة متصلة بزوجها في الشغل وفوسة الاجتماع وتفضل تطلب طلبات كتيرة جدا 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 أو ايه تستنى وهو داخل على الباب لسه ما خدش نفسه أو يعني مكفر من مواصلات وتقوله قبل ما تدخل هتلي حاجات من تحت أو هو داخل ينام تطلب منه طلبات كتيرة زي مصاريف مدارس أو أقصات أو جمعية تروح طلبة منه كل ده وكذلك الزوج ممكن يشوف زوجته خارجة من المطبخ بعد يوم طويل فيقول لها اعملي لي كيكة بعد ايه بعد ما هي أصلا هي شايفة ان هي عدت كل أهوال المطبخ عارف انت في حاجة يسمعها أهوال المطبخ عدت كل أهوال المطبخ الحريق والسخن والسائع عدت كل الأهوال فهي متصورة ان الحمد لله ان هي نجت فهي طلع من المصيبة دي فهيقول لها اعملي لي كيكة او اعملي لي الشاي او اعملي لي آهو او يستنىها لما تقعد عشان ترتاح ويبتد يطلب منها تحضره العشاء او يطلب منها حتى لو يطلب منها العلاقة الخاصة ويلومها لو لقاها بتقول مثلا ان هي محتاجة ترتاح او محتاجة خارجة من المطبخ تحتاجة ان هي تشمي نفسها او تبعد شوية عن ريحة الأكل وتعيش حياة مختلفة عن حياة المطبخ ايه اللي يحصل فلازم نفهم ان فيه اوقات مش بيكون الشخص مستعد فيها لأي طلب فانا تجنب اوقات العمل ورجوع منها واوقات النوم والراح ومشاهدة المطشاط مثلا بالنسبة للزوج لان الزوج بيكون عصبي فيها جدا جدا وساعات بيبقى زي الطفل اللي ماسك في اللعبة فلو شدتها منه انا ممكن اخليه يطلع منه اسوأ ما فيه انت بتقول كده ان احنا نسيبهم يعملوا او ما يسيبهم يعني لو عمل حاجة يفرح بيه او يسعد بيه وده يضيقني فيه وانسب الاوقات اللي ممكن نعمل كده اوقات الفراغ اوقات اللي هو بيطلب فيها انتو محتاجين حاجة او اسناء جلسة هادية ما بين الزوجين او في ايام الاجهزات كل دي اوقات مناسبة جدا 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 رقم ثلاثة او الخطوة الثالثة اللي انا ازا ما اعملها ما لحش عدم اللحاح في الطلب فيه غلطة بتقع فيها ستات كتير وساعات رجال كتيرة برضه وان هي بتكرر طلبها كذا مرة وراء بعض طبعا رجالة ساعات يقول لك ايه انا قلت الكلام ده الف مرة طب وليه بتقوله الف مرة ممارتين كفاية مرة واحدة كفاية يبقى ايه اللي حاصل يكرر والستات تكرر الكلام ده مرة بعد مرة بعد مرة بحجة ان الازواج بينسوا وده ممكن يكون حي على فكرة ان الازواج بينسوا لكن لو اخترت الزوج الوقت المناسب من الاول خالص اللي بيكون فيها الزوج مركز وعنده طاقة وجاهز للتنفيذ ايه اللي هيحصل ده هيكون افضل وقت وساعتها مش هيسوف هيعمل للحاجة لان فيه وقت فراغ يعمله ويبقى مناسب جدا جدا مدل ما يتقوله مرة وتقولك اه ما اقوله مرة في الاول خالص وابقى هو عارف الموضوعه بعدين اقوله مرة تانية عشان افكره بيه واقوله مرة تالت عشان اضغط عليه واقوله مرة ربع عشان اخنقه طب وليه طب ما اقوله مرة واحدة الوقت اللي هو ممكن ينفس فيه وده يكون احسن وده يكون من ايه ببساطة خالص ان رسول الله عشان كان يعلمنا سنة اسمها سنة التخول الاختيار للوقت المناسب يعني ايه التخول ان رسول الله عشان يختار الوقت المناسب فينصحهم فيه كذلك اختار الوقت المناسب واطلب فيه رقم اربعة ما كترش الطلبات ما عددتش الطلبات في المرة الواحدة لما اجي اطلب اطلب حاجة في كل مرة حاجة او اطلب عدد مناسب للوقت ده يبقى عند الطلب محتاجين ان نقسم الطلبات على مرات وميبقاش كل الطلبات بتتقال مرة واحدة عشان ايه فرصة معه فلوس دلوقتي وانا مش نمنا ان يبقى فيه فلوس بعد كده اه بسوها معه فلوس بسوها معه نفس ايه فرصة ان هي دلوقتي فضي بس هي عندها طاقة ما هي قاعدة صحيحة بس مين قال ان هي عندها طاقة فلو الطلبات ضرورية ومش كمالية ارتبها وبنعمل كده عشان ما يحصلش اسقال على نفسنا واسقال على اللي بيطلب على اللي بيطلب منه لان لما يطلب منه كتير بيشعر ان ده كتير قوي وبيشعر ان فيه حد قاصد ان هو يتعبه وقاصد ان هو يكتر عليه فيبعايز يتهرب ويأجل او يتخانق ويزعق عشان يخفف عن نفسه ويحس ان هو طلع الضغط اللي هو حصله بسبب الطلبات كتير فافضل حل جدولة الطلبات ودي مسألة بسيطة خالص وممكن عمر حلها على قدر الامكان وده شيء مهم جد وهنا بقى تجدت الخطوة الخمسة والمهمة قوي مع عدد تعديد الطلبات في المرة الواحدة اللي هي ايه طلب ان انا اشوف الاولويات ان انا ماجي اطلب اطلب بالاولوية من غير ما قالت حد غيري فيه ازواج كتيرة بيشتكوا من زوجاتهم ان هي بتطلب حاجات كتيرة وزي ما بقولوا عمالة على بطال كده وكل ما تشوف حاجة عند حد تاني عايزة تعمل زيها وده بيبقى متناسبة على فكرة جدا 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 في بدايات الزواج ليه بقى؟ ده ان هي ما بتبقاش عارفة ايه اللي بيحتاجه البيت او ايه اللي بيحتاجه المكان فبتبقى تشوف اللي بتطلبه الستات وتطلب زيها وساعات الزوج برضو بيعمل كده ولكن الزوج لما بيحصل معا كده بيشعر ان زوجته بتستغله او لو كان ما يسور بقى بيحس ان هي بتعمل ايه ساعات طمعانة فيه وساعات بتقسع صريشه ولما حاله يكون متواضع بيحس ان هي قلبها مش عليه ومش مقدرة ظروفه واسوأ شيء لما الزوجة تصلت الولاد يطلبوا من ابوهم اشياء فوق طاعته او كمالية او يحاولوا يقنعوه ان هي ضرورية لان الزوجة شافتها عند حد تاني عشان هي بتستغل نقطة ضعف ناحية الاولاد وساعتها الحالة دي بتبقى مش حلوة خالص وتبقى مش هي اللي طلبت منه لا الاولاد اللي طلبوا منه طب لو رفض اه هنا بتحصل بقى الامات كتيرة فارجوكم بلاش تعملوا كده لان موقف سيدنا عمر بن خطاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقل رأى عمر بن خطاب لحمن معلقا في يدي فقال ما هذا يا جابر قلت اشتهيته لحمن فاشتريته فقال سيدنا عمر او كل ما اشتهيتم اشتريتم يا جابر في ايه اللي حاصل يبقى هو سيدنا عمر بيقوله او كل ما اشتهيتم اشتريتم وعشان كده احنا لازم نخلي بنا ما يبقاش عندنا طول الوقت شراها ودوة يخلينا منضبطين في الطلب وعشان كده نصحنا نصيحة لابد ان احنا محتاجين نعيش بيها في الظروف اللي احنا بنمر بيها دي النصحة بتقول ايه اخشوشنه فان النعمة لا تدوم سيدنا عمر قال لنا كده وفي الختام لازم نقول شيء مهم ان مهارة النهاردة هي واحدة من المهارات الكتيرة اللي اتكلمنا عنها وكلهم بيوصلونا للعشرة الحسنة فحسن العشرة هي اللي بيخلي الزوج والزوجة يقولوا ده لو طلب عينينا قدهاله فما يكونش همك الطلب قد ما يكون همك ان انت تكون نسمة بردا في يوم صيف وصدر حنون لشريك حياتك وساعتها تعيشوا في نعيم وتحسوا بان انتو عايشين في حضرة وفي نعمة وفي فضل وفي مدد الرحمن الرحيم يا رب اجعلنا دايما نسمة وجعلنا دايما مدد وجعلنا دايما دعم لشركاء حياتنا وافتح علينا يا رب وافتحوا العارفين وجعلنا دايما من اهل المحبة واهل الاقبال يا رب العالم فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نتلقى السئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي منتلقى عليها اسئلتكم المباركة ويفضل الجسر المنير مواصل بنا وبين مجالس العلم اللي بتجعلنا نذكر في الملأ اللي أعلى عند مولانا سبحانه وتعالى فالله مجعلنا دائما مذكرين عندك في الملأ اللي أعلى واجعل مجالسنا مجالس علم تنور قلوبنا وتنور بصائرنا لنرى الحق حقا يا رب العالمين وأول سؤال من الأستاذة علا أستاذة علا إزاي حضرتك يا سيخ ربنا أمريكينا فيك يا رب بخير الحمد لله أهلا وسأهلا بحضرتك تفضلي يا رب يا رب أنا عندي طلب بس محتاجة رقم وحضرتك ضروري الله يخليه خلاص فحديكه دي الرقم من الكنترول إن شاء الله عندي حديك سؤال تاني أستاذ علا هو طلب رقم حضرتك وسؤال بس إن ياريت هو برضو إيه فكرة برضو لك إن ممكن أنه دادر يوفر على نفسه كتير وخصوصا نح كتير من الضجال اللي هو يبقى مش البيت ما كوت ثمنة ولا زيت ولا سكر ولا أكل ولا شرب بس إتت ما طبيعي هتفضل تطلب فاهمني يعني فيه النوعية دي وفيه اللي هو على حسب مزاجه أنا مزاج الي من دول تمام وزي الفل مش قد أقول لك بيبقى عايز يفرش البيت وارد مالوش مزاج بقى يبقى ينكد علينا مثلا اللي هو ولا بسي زيت ولا صفر ولا سنة فما نطلبش فيعمل زي ما حضرتك قلت كده طبعا أقول لك أقول لك حاجة أقول لك حاجة طب إيه رأيك لو إيه إن إحنا عرفنا الأوقات اللي هي أوقات الضباب والأوقات العواصف اللي بتبقى عنده دي إيه رأيك ما إحنا برضو زي ما إحنا بنطلبه إن هو يجدو ليشير الحاجة فيشتري الحاجة ويعمل خزين للبيت إنت أظن إن إنت عايزة الفلسفة دي إنه يعمل خزين للبيت فيقل الطلبات طيب كويس جدا كويس أنا مع حضرتك الأمر ده هو يعمل خزين للبيت وإحنا نتجنب إن إحنا نطلب منه في وقت العواصف إيه رأيك هتبقى حاجة لطيفة يعني إحنا هو يعمل خزين للبيت ونتجنب طلب منه في وقت العواصف يعني وقت الغضب ووقت الشدة ووقت الحاجة دي نتجنب إن إحنا نطلب منه في إيه رأيك أظن هتبقى حال مناسب ده ويبقى في نفس إيه في نفس الإطارة اللي إحنا قلناه فيه ودود برضو إن إحنا نتخول ونطلب من الناس إن إحنا نختار الأوقات المناسبة للطلب من بعض نعم أستاذة دعاء أستاذة دعاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته إزاي حضرتك وحضرتك بخير وبصحة وبسلام ممكن أليه عند حتيك فقالين وطلبين ممكن يبقى كده أربعة اتفضلي 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 أنا سأل مش فانت ما يمبرح طبعا ما ما طمتش فأنا نقام القمرية كان عول يوم يمبرح فأنا قطمت من النهاردة لحد إن شاء الله يوم الاثنين فهلك تحسب إيوم القمرية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا ما تلتفتش وكان دي عدتك إن شاء الله ربنا يكتب لك إن شاء الله إن شاء الله طيب وستألتني هل زيارة المشيخ حرام عزك زيارة أهل الله الصالحين أو لا مسحرام بالعكس سيدنا الإمام بيضاء وبينصف تفسيره على أن هذه من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى وكان رسول الله سبحانه وتعالى يقول له أعلمه لي قبر أخي عثمان ابن مذهون لأدفن إليه وكان رسول الله سبحانه وتعالى إن إحنا نزور المقابر فعلى أقل دي مقابر للصالحين فإذا لم تكن فقط في زيارة المقابر وهي مقبولة وهي من الطاعات إن إحنا نزور المقابر لإمتسالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بل إذا كانت دي مقابر ومقابر الصالحين فتتنزل فيها الرحمات فتبقى داية كمان فضل ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى الطلبين أستاذ الدعاء أهل طلب أن حدث ربنا يوسع رزقك ويوسع رزقك الأسر كلها ويكتبكم إن شاء الله في الصالحين ويكتبكم من المناعمين ومن الراضين إن شاء الله ربنا يرزقك ويجعلك إن شاء الله من الصالحين ويجعل أولادك وفي نعمة على الدوام يا رب العالمين مين معنا السيدة محمد تتفضل السلام عليكم ازاي حضرتك يا شيخ بخير الحمد لله تفضل لو سمعتني انا سأل حضرتك على حاجة انا عندي ابن تسع سنين وحد ست سنين هم بيحبوا بصوا على ايدي وعلى رجلي فكان فيها حاماتي موجودة وجوز يقولوا لي لا اكده حرام او كده غلط انها كده استحمل وزري ان هو بص على رجلك كمان تقول تاني معلش يا شيخ الله يكرمك هو انا دلوقتي مثلا لو عندي حد مثلا انا بعمله الحاجة بس معلش بمناسبة بس الحرام والحلل المجمع الفقه اللي عندكم في البيت هم بيقولوا حرام ببناء على ايه مش عارفة قالولي لا اكده انت يا هتاخد وزري وهم اولادي بيحبوا بصوا على ايدي بصوا على رجلي يعملوا كده يعملوا كده وليس فيها شيء ولا حاجة خالص انه ايه هو عايز يحس بان هو بيحترمك وبيقدرك بس على ايدك وبس على قدمك ولا في اي شيء خالص والرجلي ده عادي برضي يا شيخ وكذلك كذلك يعني حتى حتى عندما نقول باني فان القدم فان الجنة عند قدميها فما يجوز انه الراجل عايز يقدرك حتى لو اني دوت حتى لو اني دوت من باب الاحترام ومن باب التقدير وليس فيه شيء تفضلي خلاص استاذ غادر تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم بركاته تفضلي السلام عليكم فضل ونعم الحمد لله حضرتك انا ليس سؤال بس ما عنش تفضلي بس حضرتك انا عندي تشعر تلاتين سنة نعم متجوزة بقلي تلات سنوة نعم وعندي شوية مشاكل كده وطعبانة يعني نفسيا والسكر متضحة ومشاكل كده ضحيص نعم انا جوزي حضرتك حالته من الصورة شوية يعني يعني اه ارزقي وحياتنا صعبة شوية نعم بس هو بيعمل كل اللي عليه بصراحة طي بس انا على طول في خان او على طول في يعني بعمل مشاكل من خانئتي وعطول العصابي تعبانة ومش طيقة ومش طيقة العيشة وتعبانة جدا انا بصلي وبقرى قرآن وبقتل من مصحف بس برضي مش عارك ترتاح في حياتي مش عارك اقول لحضرتك بص يا أستاذة غادة المسألة كلها انت يكيل عند حضرتك ان انت حاسة ان انت تستحق اكتر من كده انت حاسة ان الوضع اللي انت فيه والحالة اللي انت فيها دي مش مناسبة ليك وان ان انت تستحق افضل من كده انا عايز اقول لك حاجة مش هقول لك ان انت عليك ان انت تعرفي ان ده اللي انت تستحق لا لا خالص مين قالك ان ربنا مش مش مدخلك افضل من ده بس هو مدخلك افضل من ده لما انت تكون نفسيتك جاهزة لده ايش حالك انت لو ربنا ادالك حاجة اكتر من اللي انت فيه ده وبعدين اتفتنتي انت شخصي شايفة نفسك مميز وشايفة نفسك ان انت تستحق اكتر من ده كويس بس ايه اللي حاصل كل ما الواحد يوطن نفسه على الرضا وعلى التسليم لخضاء الله وكل ما عاش بهذا المعنى كل ما ربنا وسع عليه لان في بعض الاحائين بيحصل للانسان ان هو الرزق في الصوري الصوري اللي هو ايه في الرقم يعني في الصورة وفي الرقم بيبقى كتير بس الواحد بيبقى حسس بالديق يبقى ربنا الديق اللي انت حس بيه ده ديق عشان ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك مش عشان يديق عليك انت لو فهمت بقى القصة كلها ان انت الديق اللي عندك ده عشان انت رو رضيتي ربنا عيوسع عليك في كل اللي جاي عتلاقي حياتك افضل بكتير يعني ايه ببساطة خالص فما الرضي فله الرضا اللي بيرضى ربنا بيوسع عليه ولذلك ما زاد الانسان الرضا الا سعة ولذلك اللي بيرضى بقضاء الله الله سبحانه وتعالى يراضيه ولذلك ده معنى من معاني رضي الله عنه ورضو عنه لانك اذا رضيت عن الله يرضيك الله سبحانه وتعالى فلذلك ببساطة خالص تبتعملي ايه عشان ما بقاش اقولك كلام ما تقدرش تنفزيه ايه اللي حاصل اللي عندك ابني عليه وبتدي يبقى عندك امل البكرة وخطط البكرة وحاول ترتب البكرة وتشوف اللي في ايديك ده ممكن تعملي ايه بيه البكرة دوه تعي ريحك كتير قوي 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 السيدة محمد تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام راح تلقى بركاته ماذاك يا شيخ فضل ونعم الحمد لله نعم السلام عليكم انا عايزة بس رقم حضرتك لانه عند المشكلة وما ينفعش اقوله على الهو طيب يلا توكلنا على الله خذي حضريك رقم رقم من كنترول على طول نعم السيدة محسن تتفضل ايوة السلام عليكم عليكم السلام ورح تلقى بركاته تفضلي لو سمحت يا فاضلت الشيخ ام تفضلي لو سمحت انا عايزة اسأل ثلاث اسئلة تفضلي لو سمحت اول سؤال اه حاجة محسن بعد اذن حضرتك اول سؤال حاجة محسن اه انا عندي امامة بتنزل على الشباب بتضيض حاجة محسن بس ممكن بعد اذن حضرتك حضرتك توطي التلفزيون تسمعيني من التلفون لو سمحت لو سمحت سمعني كده اه بس وط التلفزيون وسمعيني من التلفون عشان نقدر نتعوص تفضلي اه سمع حضرتك حاجة محسن سمعيني كده اه سمع حضرتك تفضلي اه والسؤال انا عندي انا عندي اه يمامة بتنزل على الشباب تبيض بطين ويطلع ولما يجوا يطيروا يتربيهم ولما يجوا يطيروا اخدوا مدبحهم هل ده عرام؟ انت دلوقتي اليمام ده ده يمام ولا حمام؟ يمام طيب اصلي هو الحمام ده اكيد بتاع حد لا ده يمام طيب انت عارف الفرق ما بين اليمام والحمام ولا لا؟ طبعا عارفاه طيب يا ستي ما انا بسألك بس عشان احنا عندنا الحمام ده بيتربى في غيات عندنا فبيبقى ليه صحاب ايوة ماشي طيب اذا كان الامر كذلك وهي بتسيبهم ولا وهي بتسيبهم وانت بتكبرهم ولا بتكبرهمش لا هي بتكبرهم لحد ما يبقى هيطيره هي بتكبرهم لحد ما يبقى هيطيره انا باخده طيب اذا يجوز ان الحاجة اللي ملقى اصحاب دي لان ده مما يمكن ان يصاد يبقى انت صيدك بيجيلك لغاية عندك فيجوز ان انت تكليه تفضلي بس على فكرة ما تقزيش الام دي في ولدها يعني تخلي بالك ما تقزيش الام دولها في ولدها يعني هي لو ان الام دي عايزة تبقى مع اولدها فانت في حاجة وفي غنى عندها لو بتسأليني الام دي لو جيتي في يوم الايام هقولك تعرفيها ازاي ودي علامة معارفين عن الناس اللي بيطيروا لو ان هي لما خدتيهم مرة جات قاعدت تقيجي وتنقر وتنقر على الشباك وتدور عليهم الاسلام cardio بلاش تاخدهم يا حاجة محسن خلاص هي بتيجي تبص على المكان لا ما تتبعهمش حاجة محسن ما تتبعهمش ما تتبعهمش سبيهم لأمهم سبيهم لأمهم طب ما هيطيروا ما تسبيهم يطيروا حاجة محسن يعني مااخدهمش ما تاخدهمش يا بص حاجة محسن انت دلوقتي بتخيريني بتقوليني الاحسن ايه? الاحسن ان انت تسبيهم لامهم. ايه. انت بتقوليني دلوقتي انا لو ستهم دلوقتي. في مشكلة? ايه. لا مفيش مشكلة لو انت خدتيهم دلوقتي كأنك ستيهم. بس ايه المشكلة في كده? المشكلة في ايه? انت بتسأليني انا الاحسن عندي ايه? ان انت تتركوهم لامهم. بما انك انت مش محتاجة لده. واضح? مش انت بتسأليني الاحسن ايه? الاحسن سيبيهم لامهم. خلاص ماشي. تفضلي. السؤال التاني. طيب. السؤال التاني. اه انا لما بنام لما بنام باجي عاني تروح في النوم بلاقي المخدة مليانة نمل. مم. ومجرد ما فت عينية مليهوش. اه يقرصني ويمشي. بس مجرد ما نملك بركد. مجرد ما فتع عينية مليهوش. يمشي. طيب غيري مكان نومك يا حاجة اه اه اخلي مكان نومك ناحية التانية واقرأ الفتحة سبع مرات. بقرة. خلاص بعملي كده. غيري حاجة حاجة محسن. غيري مكان نومك بس. خلاص ماشي. السؤال التالب. السؤال التالب. اه انا انا عندي ايه شهادة في البنك. طيب. فانا اولادي كان محتاجين فلوس يعني وكده فاروقت خدت كاردة عليها ودته لهم. طيب. هل هل ده حرام ولا حلال? دلوقتي انت عملتي ايه? انت خدتي فلوس من البنك? كتبتي السبب اللي انت خدت الفلوس عشانه ايه? العيال محتاجين فلوس. طيب حاجة حاجة محسن. انت وبتكتبي تاخد فلوس لازم فيه باند كده بتكتبي فيه ان انت خدت الفلوس. ايه السبب اللي انت خدت الفلوس علشان? عشان تستصمريها? لا اما ما طالما طالما انا حتى شهادة فبيدوني عالشهادة ما بيسألونيش. طيب يعني انت. يقولي من حقك تاخد اللي انت عايزاه. طيب من حقك اللي انت تاخد اللي انت عايزاه. بس فايدة طبعا بس فايدة بسيطة عشرة في المية. برضو انا مش اقول انت بشو. هم لازم تكتب الغرض من اخد الفلوس ايه? في الورق? اول الغرض. الغرض من اخد الفلوس ان انا اللي هي اللي عايز يرخص عربيته واللي عايز يزد ديونه واللي. وانا عايز اجيب علاج. كويس. شوف اللي انت قلتيه دوت اسمه ايه بقى? اه. الفلوس اللي انت خدتيها دي جائز. لان انت خدت الفلوس دي عشان تعملي خدمة. وعشان تشتري حاجة. وعشان تفعلي شيء من الخير. فيبقى الفلوس اللي انت خدتيها دي. كان حصل تمويل للخدمة. وحصل شراء للحاجة. فيجوز الفلوس اللي انت خدتيها دي. تديها لأولادك. تدي منها لأولادك. وكمان تعملي بيها الخدمات. تشتري بيها العلاج. وتعملي بيها العملية. يجوز حاجة محسن. خلاص حاجة محسن. ربنا يباركلك ان شاء الله ويفتح عليك. ويا سادة. ما تنسوش. ان احنا النهاردة تكلمنا عن مهارة من اجل المهارات في الحياة الزوجية. والناس لما بيتقنوها. والناس لما بيعيشوها. البيت بيبقى هادي. عايزين البيت يبقى هادي. عايزين البيت يحس ان الناس اللي فيه بدون عب. بدون تعب. بدون وجع. بدون آآ 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 آآ. شوفوا احنا بنتكلم عن المهارة دي النهاردة كنا هاديين ازاي. عارفين هاديين ليه. لان لو حصل ده في البيوت. ما حدش حس لا بوجع ولا بشي لا تقيلة عليه. البيوت محتاجة للمهارة دي جدا. ويا ريت اولادنا اللي بيبتدوا حياتهم الزوجية. ويا ريت لو احنا عايزين نجدت حياتنا الزوجية نفكر كده. هنلاقي من اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نكتسبها. واللي كانت في حياتنا قبل كده عملنا لنا مشكلة. مشاكل هو فقد مهارة حسن الطلب. مهارة الطلب الزواجي او حسن الطلب الزواجي او ادارة الطلبات الزواجية مهارة من اجل المهارات. لو عملناها بتعمل وسع في البيت. بتعمل راحة. بتعمل امان. بتعمل اطمئنان. بتعمل كمان فرصة ان كل واحد فينا يعبر عن مشاعره بشكل صحيح. تعالوا نديد طلباتنا عشان كمان نملح حياتنا بالهدوء. وبالروحة ونحس بمدد ربنا. نحس بان البيت مليان مودة ورحمة. يا رب اللي همنا هذا الرشد بان احنا نكون اصحاب هادين مهارة. واكرمنا يا رب العالمين. ان احنا نكون من اصحاب الرشد وحسن الطلب وكمان العون في كل وقت وحين. يا رب العالمين.